الكلمة طيبة يأتيكم يومي الثلثاء والجمعة عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا ود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظلون ونعمال ما يجمع المخلصين ونجمع بعده شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات أينما يصلكم بالثقناة التناصح المرئية والمسموعة داخل البلاد وخارجها أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأصعد الله وأوقاتكم بكل خير ها هو يتجدد بكم اللقاء من جديد في برنامجكم الكلمة الطيبة والذي يأتيكم يومي الثلاثاء والجمعة على تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من كل أسبوع اليوم هو الجمعة الخامس والعشرون من شهي جماد الآخر لعام ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للثامن والعشرين من شهر يناير لسنة إثنتين وعشرين وعلفين للميلاد حلقة اليوم تحمل الرقم تسع وثمانين عنوان جديد نطرحه في هذه الحلقة سائلين المولى عز وجل التوفيق والسدادة والإخلاص إنه سميع مجيب عنوان هذه الحلقة نصرة المستضعفين كنا في الحلقة الماضية في بداية الحلقة قد استدركنا بعض الوقت من الحلقة الماضية وتحدثنا فيه عن مأساة الأطفال اللاجئين في المخيمات في سوريا لذلك كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذه القضية التي طرحناها من قبل ولكن نظرا لأهمية هذا الموضوع ونظرا للمعاناة التي يعانيها إخواننا في هذه المخيمات أحببت أن أطرح هذه القضية وأناقشها مع حضراتكم نأمل منكم التواصل معنا وإثراء هذه الحلقة باتصالاتكم وملاحظاتكم على أوقام هواتف البرنامج والتي ستظهر تباعا أسفل الشاشة 0-91-034-991-091-021-360-0105-021-360-0105 تعالوا إلى الخير يا مسلم تعالوا إلى الجاهة يا ودي تعالوا لنعور مرحو الحياة بحب ومد ونصح الأمين أحبتي في الله هذه القضية تشوبها بعض الشوائب عند كثير من الناس في الفهم عندما تتحدث عن نصرة المستضعفين يتبادر إلى ذهن الناس أن المستهدف بهذا الحديث هم أولئك أصحاب الأموال والأثرياء الذين يمكنهم أن يقدموا المساعدات قضية نصرة المستضعفين هي قضية انتمائية قضية لابد أن ينتمي إليها الإنسان في القلب أن يكون هناك شعور أن يكون هناك انتماء لهذه القضية للأسف الشديد قبل أيام حدثني أحد المصلين في أحد المساجد أنه صلى المغرب في أحد المساجد ولما انتهى الإمام من الصلاة التفت بوجهه إلى المصلين وأخبرهم وأراد أن ينبههم ويذكرهم بأن إخوانكم في سوريا يعانون معاناة لا يعلموا حقيقتها إلا رب العالمين وطلب منهم أن يتذكروا إخوانهم بدعوة فقط يعني ما قال لهم لا تعالوا نجمع تبرعات للي عنده فلوسي طلح لا نحن بنجمع تبرعات طلب منهم أن يتذكروا إخوانهم فما كان من أحد المصلين إلا أن قال قولة تنم وتعبر عن المأساة التي يعانيها المسلمون حقيقة والوضع المزري الذي وصل إليه أهل الإسلام قال له بالحافة الواحد قال له والله إحنا في بعض دبيين ليس لقيم ما يأكله وكأن هذا الرجل أو هذا الإمام قد طلب منهم أنا ما قلت لك تبرع أنا ما قلت لك تولع اللي في جيبك وتعال فهمت هذه واحدة من المشاكل يتبادر إلى دهن أن المطلوب هو فقط واجب الناس الذين يمتلكون الملايين والمليارات لا بالعكس الواجب واحد بس باستطاعة الإنسان أن يقدم وبعدين خطأ آخر أيضا في المفهوم وهو أن هذه القضية لك أنت وليس لهم أنت الله عز وجل يوم القيامة بيقول لك شين قدمت لإخوانك المستضعفين هل دعوت لهم؟ هل غررت عليهم في صفحات التواصل الاجتماعي؟ هل قمت بنشر فيديوهات توصل هذه المأساة إلى العالم؟ آه الدور كبير جدا اليوم بعد وجود هذه الوسائل الإعلام يجب علينا أن نستغل هذه الوسائل في إيصال حقيقة هؤلاء الناس اليوم الذين دور من أوصل قضيتهم ومن أوصل من جعلنا نعلم بحالهم إلا هؤلاء العلاميون نسأل الله تعالى أن نجازيهم كل خير الذين ذهبوا وتجشموا الصعاب ودخلوا إلى هذه الأماكن وصوروا المقاطع والفيديوهات ونشروا هذا هو جهاد في سبيل الله عز وجل جهاد في سبيل الله عز وجل فلا يقف الإنسان مكتوف الأيدي ويعتقد أن نصرة المستضعف لابد أن تكون بالمال واللي ما عنداش فلوس معناها أنت خلاص راهو أنت قضيتك مش شرك الموضوع وراهو عدي لا بالعكس أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى هذا واجب شرعي وقوفنا وانتماؤنا وإحساسنا بإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان وفي ليبيا أيضا وفي كل مكان هذا واجب شرعي واجب شرعي أنت محاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالسهي والحمى هذا هو الإسلام بحقيقته هذا هو الإسلام هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام أما أن تندمر القلوب وتصبح لا تبالي ويشوفوا في مقاطع الفيديو بالله عليكم أيتها الأمهات بالله عليك تصوري أنت قاعدة في خيامة في درجة حرارة عشر تحت السفر أو خمستاش تحت السفر أو حتى سفر أو حتى خمستاش درجة حرارة مئوية خمستاش أو عشر ونحن نشوفه في هذه الأيام العصيبة التي مرت علينا في هذه الموجة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الأرضية موجودة وأجنزة التدفئة موجودة عندها الأغلب مجيش واحد يقول لي تول الله في ناس أعلم أن هناك ناس حتى عندنا نحن مش لقين دفيات ومش لقين أرضية لكن لم يصل الحال إلى أن كنت قاعد في خيامة في العراء تفترش الأرض وتلتح في السماء يعني هؤلاء بالله عليكم رأيت مقطع فيديو أو صورة لحجم الثلج أمام خيمة أحد اللاجئين والله غطت استوانة الغاز شوف استوانة الغاز محطوطة يعني محطينها قدام الخيمة الثلج يكاد أن يغطي هذه الاستوانة بالكامل يعني ارتفاع الثلج فوق الأرض ما يزيد عن نصف متر وفي خيامة قادة بالله عليكم هؤلاء الأطفال سمعتم بعدد الأطفال الذين ماتوا في هذه المخيمات أعداد قام وصلت فاتت اللي دخلت في العشرين الآن طفل يموت من شدة البعد يجمد هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب الناس جميعاً وكل المسلمين كلهم حسب تقصيره كلهم حسب تقصيره يعني بالله عليكم يعني اللي ما عندهاش بيش واللي ما عندهاش كيف واللي ما عندهاش ما يدفع واللي ما عندهاش يعني مستقصر دعوة ترفع يديك إلى المولى عز وجل وتدعوه أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجاً ومخرجاً وأن يسهل لهم من يعني يساعدهم يعني هذه ما يفرج حد يغلب فيها الجميع العزيزات والشابين اللي هم عادة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائي مرتع لصببت عليكم العذاب صباً يعني هذا الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الشابين والعزيز الذين هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة دائماً وأبداً عندنا الشابين والعزيز يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من الإنسان اللي تأخذ الصغر وتأخذ القوة لكن الإنسان لما يضعف دائماً وأبداً فهذا دوركم أخي أبائي وأمهاتي يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إلى الله عز وجل وعيشوا مع المسلمين في مأساتهم هذا واجب شرعي سيحاسب الله عز وجل للجميع والله هذه المأساة وإياكم أن تعتقدوا عند الله سبحانه وتعالى قد ابتلى هؤلاء الناس مجرد لأنه لا والله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لحكمة لأن هذه الدنيا هي داعوا ابتلاء وامتحان فراه زي ما هم كتب عليهم هذا الابتلاء أشد بلاء على الناس الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل حتى نحن بدوينا كتب الله عز وجل علينا الابتلاء بشي شوف شدورنا وماذا قدمنا لهؤلاء فهم سيجعل الله لهم فرجا ومخرجا كما قال أبو طالب وللبيت رب يحميه سيجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا وسينظر إليهم بعين الرحمة والرعفة وسيسخر لهم من يخرجهم من هذه المأساة لكن أنت لابد أن تكون أخي المسلم أن تكون لك بصمة أن تحاول أن تصيبك مغبة ترك هذه المناصرة جراء تركك لهذه المناصرة فها تصيبك المغبة والمصائب وتنهال عليك المصائب نتيجة لأنك لم تنصر إخوانك المسلمين واجب شرعي لابد من نصرتهم ولابد من من الشعور بمأساتهم ولابد من الدعاء لهم ولابد من أن تكون معهم هذه هذه الحقيقة التي غابت عن المسلمين اليوم بمعاهدة ساي كيسبيكو التي مزقت الأمة وجعلت الأمة حقيقة يعني في مأسات لم تكن قد وصلت إليها من قبل اليوم أصبح المسلم في ليبيا لا يتأثر بأي مصاب لإخوانه المسلمين الآن أنا في جنبه في سوريا والله في تونس والله في الجزائر والله في اليمن والله في حادي جداً يرى هذه المناصر ولا تتحرك لشعر ولكي إن في أي حاجة بكر هذه مأساة والله يجب علينا أن نسع جاهدين إلى أن نعالج هذه المأساة التي تنذر بنزول غضب الله سبحانه وتعالى والله نخشى ما نخشى أن يصيبنا هذا المصاب أراه منه وما ذلك على وما هي من الظالمين ببعيد ما تقول ليش أراهه أن أمره بين الكافي والنون تصبح أنت تعاني هذه المعاناة وتصبح تغلب في قوتك وفي غطاءك وما تقول ليش أراهه هؤلاء الناس الذين خرجوا وسكنوا في هذه المخيمات كانوا في جلهم كانوا في بيوتهم كانوا آمنين كانوا حالتهم مدية ميسورة كانوا يأكلوا يشربوا يجتمعوا في ليلة لا قمر لها أصبحوا مشردين وأصبحوا يعانون وأصبحوا لا يملكون كسرة خبز يعني يقتتون عليها فراه هذه كلها ليست ببعيدة عن كل إنسان فاحذروا غضب الله سبحانه وتعالى كونوا مع إخوانكم تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى شاركوهم هذه المأساة لا بأس راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح درهم سبق مئة ألف درهم إياكم أن تعتقدوا أن المسؤولية في التبرعات هي خاصة بأولئك أصحاب الملايين هذه رسالتنا إليهم خاصة أصحاب الملايين وأصحاب الأموال هذه ما أبرهم لكن أنتم أيها إياك أن تعتقد أن أجر العشر دينار أحيانا يفوق أجر المليون عند الله سبحانه وتعالى وتجد هذه العشرة ينميها الله عز وجل لك وتجدها عند الله عز وجل تساوي جبل أحد وتكون سببا في دخولك الجنة لدرجة أن الإنسان يستغرب من أين له هذا الأجر عند الله عز وجل فيكتشف عندما يطلعه الله عز وجل على هذا الأجر أنه قد وقف مع أخيه المسلم بدينار والله باثنين دينار والله عز وجل قام بتنمية هذه الصدقة حتى أصبحت كالجبال حتى أصبحت تضاهي الصدقة بالملايين فلماذا لا نعيش لا نعيش مع إخواننا ليش من ديروش صندوق تبرعات والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الثورة المباركة اليوم في بلادنا أصبحت التبرعات والجمعيات الخيرية التي تعج وتملأ المدن والأماكن قبل هذه الثورة المباركة كانت أكبر تهمة توجه إلى الإنسان في السجون هي جمع التبرعات وجمع الأموال وكانت مأساة اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه الأعمال متاحة للجميع بإمكانكم أن تتبرعوا العائلة ممكن تدي صندوق تحط فيه ربع وخمسين ودينار وعشر جنيه وتجمع هذه الأموال والحمد لله أهل الخير كثيرون الذين يقومون بإيصال هذه الأموال إلى أماكنها وإلى أهلها وتساهم الموضوع والله مو صعب جدا اليوم نسمع فيه بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل ما قام به بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاغ حرك الدنيا وساهم في إيصال بعض التبرعات إلى إخواننا قاموا بإنقاذ حوالي 200 أسرة بدل من كان يسكن في خيامة اليوم أصبح يسكن في مكان يأويه ويحفظه ويحميه من البرد والموضوع والله ليس 100 دولار تحل مشكلة أسرة وال100 دولار عند أرباب الأموال وأصحاب الأموال ماذا تساوي؟ علما بأن الله سبحانه وتعالى سيبدلها لك أضعاف وأضعاف هذا يقين والله لا شك فيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فوالله أفضل بيزنس بيزنس في تحريك رأس المال هو الصدقة أنت لما تدير أي مشروع تريد أن تنمي رأس مالك تجعل له جذوة اقتصادية ودراسة معينة أفضل المشاريع لا أتكلم عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى هذا بروحة أضعاف مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى الأجر في الدنيا أو الجزاء في الدنيا أفضل بيزنس يقوم به الإنسان وأفضل مشروع لتنمية الأموال هي الصدقة لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والله سمعت قصصا من أناس يعني ثقة أخبروني بأشياء تخبر عن أن الله سبحانه وتعالى وقتي وقتي يعني مشروع حتى أحدهم أخبرني أن له عاملا يشتغل معها يشتغل معها هذا العامل وكان صادقا معه فأراد أن يذهب إلى أهله لزيارة لا يسمى هذه القصة فلما أراد أن يأخذ إجازة من صاحب العمل وقع في نفسي هذا صاحب هذا العمل أنه سيعطيه مكافأة فوق حقه بقيمة خمسمائة دينا يعني لم يخبر به أحدا ولم يتحدث به لأحد إنما في نفسه قال العامل هذا لما يعدي بنعطيه خمسمائة جنيه هكي يعني فوق مستحقات صدق مني ليه فهذا سبحان الله العظيم هذا الرجل يقول لي والله والله ما زلت لم أعطيه الخمسمائة دينار خمسمائة جنيه ما زلت ما عطيته اتصل بشخص من مدينة أخرى يبحث عن نوع من البضاعة هو يشتغل في هذا النشاط فلكن قال لأني ما عنديش فأخبرني وطلب مني أن أبحث له عن هذه البضاعة فبحث عن هذه البضاعة واشتراها وباعها لهذا الشخص يقسم لي أنني ما زلت لم أعطيه الخمسمائة دينار هذه الصفقة جاء يعني كسبت فيها عشر آلاف وخمسمائة دينار عشر آلاف وخمسمائة دينار يعني الخمسمائة جت وجن معها عشرة آلاف دينار فراه أفضل بيزنس يعني أنت بيزنس أصحاب الأعمال وأصحاب الأموال اللي مكدسات في المصارف واللي هم يحط فيهم في الكأسات حركوا أموالكم بالصدقة نموا أموالكم بالصدقة افتحوا تجارة مع الله سبحانه وتعالى ومما يزيد يعني يفرق بين الصدقة مع الله عز وجل أو البزنس مع الله عز وجل أو البزنس التاني المشاريع الأخرى الدنيوية أن البزنس الدنيوي هذا فلوس بس لكن هذا فلوس تنمو ويزيد المال ويكبر وينمو ومع ذلك الأجر يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى وتجد عند الله عز وجل الأجر الذي لا يمكن لك أن تتصوره والله لو كشف لك الغيب ولو كشف الغيب لأولئك الذين جعلوا من أموالهم نصيبا للصدقة لو كشف الله عز وجل وعرفت ماذا أعد الله لك من خير ومن أجر ومن ثواب لا تصدقت بكل مالك فهذه رسالة من هذا المنبر إخوانكم يعانون إخوانكم يعانون لا تكدسون الأموال حركوها بالصدقة ساهموا في إيصال الأكل والغطاء والدواء لإخوانكم في هذه المخيمات والله أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى سيسألكم الله عز وجل عن هذه الأموال التي تكدسونها وتكنزونها وهذه الأموال عبارة عن أنتم أصحاب أن جعلكم الله عز وجل رعية ترعى هذه الأموال هذه الأموال لله سبحانه وتعالى عبارة عن استأمنكم الله عز وجل عن هذه الأموال ساهموا لا تتصور ماذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى عندما تساهم بالله عليكم شفتموا النساء اللواتي يبكين ما الذي يجعل المرأة تخرج في مقطع فيديو وأطفالها يرتجفون من شدة البرد والله والله الذي رفع السماء بغير عمد ما استطعت أن أكمل أي مقطع فيديو وما وقعت عيناي على مقطع من هذه المقاطع واستطعت أن أكمله مهما كان قصير والله لم أستطع شيء يفطر الأكباد شيء يقطع القلوب يعني مرأة تستنجد تنادي من أجل إيش؟ من أجل أن تتحصل على غطاء أن تتحصل على يعني عرم من الحطب تشعله كي تتذبفأ عليه هي وأبناؤها والله يعني مأساة وألم يعتصر القلوب يعتصر قلب كل إنسان مؤمن سنلقى الله عز وجل بهذا التقصير وسنلقى الله عز وجل بهذه المآسي التي ما كنا نتصور أن يصل إليها المسلمون اليوم هذا التسيب وهذا وهذه المبلاء معقولة في إنسان يوصل يقولون يراه فيها فيها ناس إخوانكم يدعي لهم بس مستخصر فيهم الدعاية يا راجل أنت قاعد تصلي ما المانع أن تخصهم في دعواتك وفي سجداتك وفي خلواتك ما المانع بالله عليكم من الإنسان اليوم يعدل الساعة في الساعة اثنين في الليل وينوضي صلي ركعتين ما تخدش منك عشر دقائق وأن تخصص دعاء هذه الصلاة لإخوانك في سوريا وفي اليمن وفي الهند وفي هؤلاء يعني ما المانع هذه لك مش ليهم رأه هذه الكنتة هتجد هذه هذه الصلاة يعني عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الله عز وجل تساوي الكثير والله مأسا يا جماعة الخير راه لابد لنا من أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أنت موجود في هذه الحياة من أجل إيصال رسالة من أجل أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى وحقيقة العبادة لله عز وجل تتجلى في مثل هذه الأمور أن تنظر إلى إخوانك المستضعفين بنظرة الشفقة والرحمة لا يمكن للإنسان أنه ينظر إليهم بنظرة الأنانية ويقول أنا والله أنا ما عنديش مناكل ولا ما عنديش تاني ما قلت لكش عدي خود مرتبك ولا خود خل 500 جنيه وعدي عدي أعطيه لهم أنا نبيك تعيش معهم بقلبك نبيك عيونك تدمع على مأساتهم على مأساتهم بس هذا اللي نبوه منك أنت ما عنديكش ما تدفع ما فيش حد قال لك أدفع بالسيف لكن لا أن تندمر قلوبنا وأن تصبح لا تتأتر بمثل هذه المشاهد والله مأساة كيف كيف الإنسان يعني اليوم للأسف الشديد منظمات صريبية تأتي إلى إخوانكم وتقدم له المساعدات الله أعلم ما هي النوايا وما هي الهدف من هذه فيه اللي واخدات العاطفة وفيه الأمور أخرى لها علاقة بالتبشير وبنشر الديانات وأيضا في نفس الوقت يحاولون أن يشوي الإسلام يقولون هذا دينكم وحن نصرانيين وحن بوديين وحن كفار عندكم وحن جيناكم وقدمنا لكم المساعدات ووقفنا معكم أخوانكم في المسلمون تركوكم هذه مأساة تجعل حسرة في القلب واللي عندها إيمان ضعيف ومش ما عندهش بشي من الممكن جدا أن يستقطب وأن يترك دينه وأن يدخل في النصرانية هذا واضح وواقع وأنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى كما يؤجر الإنسان الذي يسعى إلى إدخال كافة في الإسلام فإنه يأثم إذا ساهم وكانت له بصمة في أن يترك المسلم دينه لابد نسأل الله السلامة والعافية استميحكم عذرا إخواني في الخوج في فاصلا قصير ثم أعود إليكم لا تذهبوا بعيدا السلام عليكم بعد شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين تعالوا إلى الخير يا مسلم تعالوا لننجاح دنيا ودي تعالوا لنعور بأمر الحياة بحب ود ود ونصح الأمين إذا الحق نادى فنحن الرجال على الحق نثبوت مثل الجبال ومهما استبدأ علينا الطغاة صبرنا وبالصبر كان النضال كتمنا مع الصبر نار الجراح ولم ندعو يوما لحمل السلاح ولما سمعنا نداء الجهاد على المستبد عزمنا الكفاة تعالوا إلى الخير يا مسلم تعالوا لننجاح دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم والعود أحمد أحبتي في الله حقيقة الإبتلاء هو واقع على هذه الأمة أخبار به القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالأمة لابد لها من الابتلاء ابتلي رسول الله عز وجل وأوذوا فهذا هو طريق إخواننا الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذه الابتلاءات وتركوا ديارهم وأموالهم وكانوا في رغد من العيش وكانوا يعيشون في أحضان أسرهم فجأة وجدوا أنفسهم يعيشون في خيم لا تقي يلتحفون أو يفترشون الأرض ويلتحفون السماء نسأل الله أن يفرج عنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تحية لك فضيلة الشيخ ولمستقبل مكالمتي ولكل مخلص إلا هذا الوطن القديم فضل السيد عبد الله نعم فضل الشيخ بالنسبة للي قال لهذا اللي قال لهذا حتى اللي بين يحتاج بعض من اللي بين في حاجة حتى هم هذا ما نقول لك هذا ما يخفو أشياء أخرى يقولوا بكلام 저기 handled ضد الشعب اليوم الوسكين وزد الشعب السوري الموسكين وضد جميع الشعوب المستضعفة هذا ما عبدًا ضد طغاين لك ما ينجدونش يقولها عيني عيني كد impedها يخفوها بشكل أخر يا سيدي حتى لو قصد الشيخ قصد أنك تتبرع بالمال ما قال ليش أنت شخصيا تبرع بالمال والله قال للضعيف اللي عندما عنداش قدرات أن يتبرع بالمال يا إش الأن عام يعني بتمنع الناس حتى لك ذاير الخير لا أولا 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 أتبا حد يديرها يعني هل دائما فضيلة الشيخ عبد الضغاة يتنفسون بطريقة أخرى يتنفسون بها عن حقبهم على الربيع العربي يعني ما أقول يا رجل الدرجة تكلمة هي والله العظيم خصومة بالله يستهل عليها كفوفة قل شئ هذا اللي كان يكمن يا رجل سبحان الله لك ذاير الخير ولا سبي حتى مني حتى على عمل الخير يعني سبحان الله سبحان الله إلا أمام معه الشيخ لا إله إلا الله بارك الله فيك على الكلام الجميل لولدها بارك الشيخ شوكا بارك الله وزعله الله في ميزان حسنا في سنتوى جميع المشايخ الفضراء الذين يتحدثون في التناصح وفي غيرهم شوكا بارك الله مني سيد الشيخ خلال في برنامجكا راه أنسب أنسب شيء اللي أنا سأقوله الآن كلمة طيبة ألوه نعم نسمى فيك سيد عبد الله فضل أنا اللي همدة شوي دمت كلام في دعاة الصلاة المحلية أنا لما نتكلم لما ندري في التناصح يبدو لي حيكون ليه انتشار أكتر طبعا غليل غليل من من الناس اللي لم يلدع بلدعة قوية من مصحات خاصة ومستشفيات خاصة يعني فيه من يقتل بلاش وفيه من يقتل بل فلوس يعني فيه حيانا قريبك يدخل مصحة خاصة ومستشفى يأخذوا عليه عشرات الألاف ليقتلوه لقتله فقط يعني يدروا العملية منها شلازمة يدروا أشياء منها شلازمة يدروا حاجة يعني عارفينها قاضية ويدروا هلة في سبيل الكسر الكسر النادي ولهذا أنا فضيل الشيخ دعوة دعوة لها مدة قلتها لابد من العمل عمل بدون الكلام هذا لا يكفي أنا طرحت تمنى لو تتبنى تقناة التناصح الجميلة وحضراتكم فضائل سلويتم الشيخ لأن كلامكم سيكون بسموه أكثر من كلابي وخاصة عند حضرتكم مشايخ دار اللفتاء أنا تبنيت برنامج عساس أن يقام مشروع غير ربحي مشروع مهوش ربحي لإقامة مستشفى في كل مدينة ومبدأها هنا قصرين رأي قلتها لذلك المدة مدينة مطراتة مستشفى ألا مستعد مستعد نبيع حتى حوشي ونسخه بالجائر أو نسخه في حوش أقل المستوى لتبيه نوفر بداية نوفر مئة ألف دينار مثلا وأصحاب الأموال الطيبين الخيرين وكثيرين فيه اللي عندها لم يعطي مليون ما أضطرش فيه ويجمع حتى مبلغ ثلاثة مبدئين بضع ملايين ونبدأ يؤجر حتى يهيار ويعمل مستشفى مستشفى غير ربحي غير ربحي بسعب التكلفة لإنقاذ الناس ويحاوث هؤلاء الطغاة الذين لا يقلون خساسة عن معمر القدافي وحفت روحي بارك الله فيكس سأعلق على هذا الاتصال بعد بارك الله فيك سيد عبدالله وشكرا جزيلا على هذه الملاحظة أنا أقول لك سيد عبدالله أن مستشفى الأمانة أعتقد أنت هذا لا يخفى عليك أن مستشفى الأورام في مصراته اليوم هو قائم وغم أنه مصلحة تبع الدولة إلا أنه ربما قائم على تبرعات الإخوة أصحاب الأموال وهو يقدم في خدمة لكافة الليبيين في شتى أنحاء ليبيا من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وبرك الله فيك أستاذ عبدالله على هذا الطوح ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجد آذانا صاغية تساهم في تخفيف حدة المؤونة والعلاج على الليبيين جميعا والله موضوع نصرة المستضعفين هذا موضوع مؤلم حقيقة وأنا دائما كلما أتحدث عنه أشعر بألم يقطع القلوب وأنا أستاذ عبدالله يحكي على هذا الشخص الذي قال هو يعيزه لأنه وأمثاله من أعوان الطغاة أنا أقول أستاذ عبدالله الحكم العام لا والله هناك كثيرون ليسوا من أعوان الطغاة ولكن تبلدت القلوب نظرا لبعد لقلة الناصح ونظرا لكثرة الذنوب ونظرا لأعمال كثيرة جدا ربما للأكل الحرام وإلا كذا أصبحت القلوب قاسية أصبحت القلوب قاسية حقيقة الوضع الطبيعي للإنسان أنه لما يشوف قطة مثلا أو حيوان يتألم ربما يعني والله العظيم نعف ناس الماعز لو في الشتائف يجيب له في دفاية يجيب له في تدفئة صناعية يجيب له في دفاية ويجيب له في مكيف ويجيب له من أجل ليش هذا حيوان لكن عندما تترمع الوجوه والقلوب ولا تترمع من مثل هذه المواقف تصبح الإنسان نتيجة لقسوة القلوب ونتيجة لمآسي كثيرة ولكثرة الذنوب والمعاصي وأن الله عز وجل عندما تتركه يتركك لنفسك فتصبح صيد رخيص للشيطان وللنفس وللهواء عياذا بالله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ صباح الخير وجمعتك مبارك على إنسان بك وبرك الله فيك وعلى برنامج وعلى الحلقة الإنساني وبرك الله فيك وبرك الله تستاذ مبروك على التقبال الطيب وكل كلماتنا إن شاء الله توصل للناس ونشكر عمي عبدالله على الكلمات الطيبة وإن شاء الله وصلتني مرحلة فامحني يا شيخ أني حنتارك برنامج فقط يعني لأن برنامج هو كلمة طيبة وفيه احترام من منفدين فأكيد برنامج المنفد لو ما احترامت المسمح مش حيستمر فمنبركم حنكون يعني متصرة بهالبرنامج فقط في الصباح يعني بالنسبة للموضوع كل يوم كما قلت يا ستادي أنت وحتى على الفيديو جويت عليه وعزمت عليه حتى دموعك السيخ سلمزين حسناتك في حتى تتذكر يا شيخ أنت أدرت ثورة الجزائرية كيف الليبيات يعني ونعطن دهبن ونعطن دهبن كيف انتصرت الثورة إحني أبطت حادثة وكما قلت أنت البرد إحني والله إثاننا يا شيخ ودفايا والغطاء وفرس والحوش مغل متكر وتقول يعني مذلنا برد يا بالل كما قلت أنت يعني في التلس يعني حتى الدعواء كويسة لكن حتى ولو كما قال عمي عبد الله حتى بدينار حتى بغطاء أي حاجة توصل ما نكونوا مقصرين نحس في روحنا نمدو على الحجات الإنسانية وكهنا عادي عندنا بالعاكس نتحس ونبدأ نقع حد ما عنده ما يات نتوح حتى في مدانتنا نقول ونسمع في الناس ما عنده حتى مفرخ مضيطهم هذه عدم كيف نقولك أنا راح حسنب عليك يا شيخ ربي علي حليم السمين أم واحدة لازم يكونوا تنابط مع بعضنا يبال البرز يعني نتمنى يعني لو في زياد يا شيخ تعطينا عنوان لحاجة حتى 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 بسيط نتاهمه في الحاجة الإنسانية وبارك الله وفيك وشكرا أستاذ مبروك مرة ثانية وشكرا لكم نشارك في برنامج فقط حننقص عن بعض البرامج تطبيع أربع سنين للأس شديد ما يعطوش قيمة للمجتمع وبرك الله وفيك شكرا وبرك الله وفيك أنتصار وبرك الله وفيك فعلا إذا ما أردت أن تقارن بين الوضع الحالي وهذه القسوة وهذا البعد أسأل الشبيل الكبار والعزائز عن دور المسلمين عن دور المسلمين في الجزائر وفي تونس كيف كان لهم الدور ضد الاستعمار الإيطالي وكيف كان دور الليبيين ضد الاستعمار الفرنسي في تونس وفي الجزائر وكيف كانوا يعدوا يتجشموا الصعاب ويخترقوا في الجبال والوصول إلى الجزائر والكثبان الرملية ويقطعوا في صحراء من أجل إيصال المعونة إلى المجاهدين شوفوا كيف هي نفسها راه مصدر يتكون راه الوقفة مع النصة نالها عنوان عام نصرة المستضعفين يعني المسلم لما يصاب بشوكة في الهند ونسمع بها يجب علينا أن نقوم بالواجب الواجب هذا كل حسب استطاعته وحسب دوره نعم السلام عليكم الله ينعم عليك دنيا وآخرة شيخنا الفاضل سبح الخير وجمعة مباركة ليك ولكل مشايخ هذه القناة والأستاذ اللي رد علي بأسلوبه طيب حتى هو ربي كثر الناس الباهية الله فيك نعم أنا نبي نقول إنه ما بيعش عمره ما ضاع مال من صدق يعني صدق هو بيزيد مش بينقص أو ربي يمنع عليك نصيبة كانت بتصير لك أو يقللها جيك بسيطة المفروض هو المولجة بجلالة خدرة رحمان الرحيم سبب ذلك يا أحني أني نحير في واحد ما يحسش بيجارة وقريبة هو الأقرب هناك أقرب بالمعروف أولى بالمعروف والله لو نشوف أنا شخصيا لو نشوف ليبي وأجنبي بيكون بلدي بمين للليبي هو اللي بنحس به لما في موقف صعب باي لكن هذا ما يمنعش أنا معقولة ليبي عندها صغارها في الخارج بدت تمشي مراجعة لأمريكا تحكي لي في الشي إحنا بعيدين عليه كل البعد رحمة عندهم رحمة 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 غير طبق أنا فتحت ثمي مراكبين فالسنة مريضة كل ما بهذا بين فين وفين تمشي لي أمريكا أنا النبي حكم صغارها برا في الخارج باهي مش معقولة لحن قلت لك الدكتور متحشمة إحنا ماش متعودين إيكي حتى من شخشير يقول لي شيء ومش دكتور عادي رغوة مش حاطينها عن دكتور عادي تقدر تقول بريفاتور مستشار يعني حتى من شخشير هيلبسوا لها قلت لك نقول لنا نحن ناس نتحشموا يقولها شيء لما اللبسوا لك اهتمام حكيتها لي والله يجعلني سبحان الله خير نحن 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 أولى بالأمور هادي نحن أولى يا ناسنا نحسوا ببعضنا نعم حتى لو كان مش من دينك فما بالك اللي ينكون من دينك نعم طي المفروض نحسوا بسوريا وغير سوريا نعم فاني مشي السفرة في مطار ليم يا عادي جدا شهادة لله تركيا تركيا ولا يزوجي عمرة ما صارت لي اغمع ليه شفت جبوا وولي في كروسة لا عندي اخذوا لي حوايجنا حطوهم في الشرطة الشرطة مهتمة اللي بصراحة الشرطة على كاباتنا شيء من الغرايب حوالينا شيء من الغرايب ونجيبوني دكتور هو اللي رفض فات لازم دكتور لازم هو اللي رفض وفي النهاية شين دارونا لازم تاكله وقعمزنا في طاولة روحنا لازم تاكله توا قعمزنا في طاولة لا معانا قياسة ما الشكل يعني مضافة شيء يفع الراس نتمناها بلادي جاية ان شاء الله لكل الخير شكرا وفي النهاية لازم تاخدع شاكم وقفوا طبور خدوا اللي تبوه ونقولوا لهم لا جابونا هما إلينا مهما كان شوفوا سبحان الله لاش ما نوصلش في ناس عندنا راقية في ناس بصراحة أنا عارف زوز أخوات ما شاء الله ما شاء الله نتعلمتهم ما شاء الله بارك الله في كل خطوة في كل خطوة إن شاء الله شكرا توقف على بنزينة اتمد إلا اللي بيرفضها احنا ما شاء الله راق فينا نفسية سبحان الله اللي بيصب لها بنزينة جات للباقي خليهم عندك رفض بارك الله فيك سبحان الله أخوات تربيتهم صح وشوفوا فعل الخير عندهم شيء من الغرائب والله نتعلمه من شكرا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك أختم بشاير بارك الله فيك على هذا الاتصال وهذه الحرطة ففعلا تبي تعرف الوضع دير مقارنة يا سيدي انتم هوا هنا القريبين اللي موليد السبعينات هذا لحقنا على بعض الشعور الإنساني الذي يشعر به الجار تجاه جار كيف كانت المساعدات وكيف كانت القلوب على متآلفة بين النساء والرجال وشوفوا كيف كانت الجار يعدي ياخذ شكارة الكناس ويحطها جارة بينها 300 ويبيها وخاصة ما يختار لاش حط شكارة الكناس اللي نهار يبدل غدي حوت عرفت بيش لانه عرف ان الحوت هذا يعني يتفاعل مع البكتيريا بنسبة فماذا به يؤذي جارة أكثر بدل من الكناس يقول اليوم ما نيش حاطها قدام جاري نعدي نرفحها في سيارة نحطها في أماكن القمامة لا يقول ان شاء الله الخميس والجمعة ما جيش سيارة القمامة بيش يزيدي ينتعش بهذه الرائحة هذا الواقع هذا شعور هذه مقارنات عرفت فوضع هذا الذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع فأنا أقول إن نصرة المستضعفين هو شعور انتمائي هنا و مش ضروري يراه حاجة مدية هو شعور انتمائي لابد أن يكون لك انتماء لابد أن تكون لك حرقة لابد أن تشاركهم في دعواتك وفي سجداتك وفي هدلزاتك حتى هل هدلز التي تهدلز فيها أنت لابد أن تشارك فهذا دور الجميع دور الجميع الناس الذين يعني لـ 24 ساعة وهم قامزين على الفيسبوك لما يجيك قابلك الفيسبوك رو مرات حتى ما تخسرش أنت تخش على المواقع التي تنشر في هذه المأساة لما يقابلك فيديو لبأس أنك أنت تساهم وتدير لمشاركة بنية بنية نصرة المظلوم بنية نصرة المستضعف فتأجر فتأجر عند الله سبحانه وتعالى هذا العمل بلا عليك أنت مقعمز على الكبور وحرك صبعيك بس ولكن استحضر النية لله سبحانه وتعالى تكون لك نية أنك أنت تبي ترفع من مستوى نشر هذه المأساة لابد أن يكون الناس على الفيسبوك الناس الذين لا بأس الإنسان أصحاب الأموال ليش ما تأخدش فيديو منها الفيديوات وعندك صفحة ودي لها إعلام ممول ورقم بسيط خمسين دولار ستين دولار حتى تنتشر هذه القضية وتصبح قضية رأي عام وتصبح اللي ما شاف الشي يشوف واللي يعني اعلم أنك مأجور بكل يعني أنت مثلا ساهمت في نشر هذا الفيديو في هذه المأساة في ناس ما يعلموش كل من وصلهم هذه وصلتهم هذه المأساة بسبب مشاركتك فأنت مأجور كأجرهم هم زي ما هم مثلا واحد رجل الأعمال شاف الفيديو هده أخذت يعني أتر فيه هذا الموقف وقام من فوره مثلا وقترض مبلغا من المال وبعثه مثلا إلى إخواننا في سوريا مثلا هذا الذي قام ببعث هذا المال وأنت من أوصلت إليه هذا الخبر فأنت مأجور من غير أن ينقص من أجركما شيء أنت تأخذ نفس الأجر أجر المبلغ اللي تصدق به اعلموا هذه الحقيقة يا ناس أروا مرات أنت متتصدقش ما ديش حتى حاجة بس إبارة عن تساهم تحرك رأي العام تساهم في نشر هذه القضية تتحدث في 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 جلساتك مع أهلك ومع إخوانك ومع أخواتك اليوم أنتم الأسرة التي تجتمع في يوم الجمعة لماذا لا تكون هذه القضية قضية رأي عام ننشرها بين النساء وبين الرجال وبين الجميع حتى يضعها الإنسان يخزنها في الكمبيوتر متاعه باش لما يصلي ويسجد ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى يخطر عليه أن يخص إخوانه المستضعفين من دعائه أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا قريبا وأن يجعل هذا الصقيع موجة هذا الصقيع عليهم دفءا وسلامة كما جعل النار على إبراهيم بردا وسلامة أن يجعل هذا الصقيع على إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان دفءا وسلامة بس دعاء أحيانا تبلغ بدعوة تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى منازل الأنقياء إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى فأنا ما أود قوله في ختام هذه الحلقة أن قضية نصرة المستضعفين ليس كما يعتقدها الكثير وهي مسألة دفع فلوس بس وأن هذا الخطاب موجه لأصحاب الأموال ورجال الأعمال والناس الذين لهم أموال طائلة لا والله هذا دور الجميع كل حسب دوره كل هذا الرجل الذي امتلك الأموال هو محاسب أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم يخصص من ماله شيئا ويجيش راهو إنسان يقول لاني انطلع في الزكاة الزكاة هذه ما فيهاش قولت قاله فيهاش حكة رأس تأخذ منك حتى بالغصب حروب الردة قامت على ترك الزكاة وأن أبوك الصديق رضي الله عنه قال والله لو منعوني عقال بعين كانوا يعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه فالزكاة تأخذ من الإنسان حتى بالقوة بالقهر تجبى منه بالقوة بالقهر تحدث عن نفل الصدقة الناس الذين لهم أموال هذا سوق مفتوح أمام الله أمامكم سوق وتجارة مع الله سبحانه وتعالى وكما قلت لكم وأعيد وأكرر لكم هذه الكلمة لكل من يسمعوني الآن والله وبالله وتالله لا يوجد مشروع مشروع لتنمية رأس المال لتنمية رأس المال أفضل من الصدقة ثق وتأكد أنك إذا دفعت مئة ألف أن الله سبحانه وتعالى سيأتيك الألف المئة ألف وسيأتيك أضعاف المئة ألف هذه حقيقة شريطة أن تكون صادقا مع الله عز وجل شريطة أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى شريطة أن تستحضر النية وتكون نيتك خالصة لوجه الله كريم إذا توفرت هذه الشهوط فاعلم أن أفضل الصدقات وأفضل المشاريع وأفضل البزنس وتنمية رأس المال وزيادة رأس المال وتحريك رأس المال الراكض هي الصدقة مع الله سبحانه وتعالى الصدقة جربوا يسيدي أنت عندك أصدق مع الله سبحانه وتعالى وجرب بس وشوف شوف بروحك التمس هذا الأمر بنفسك أحد المشاريع في عجالة يحكي عليه امرأة تفترش بعض المتاع وتبيعها في أمام الحرم فرأت موقفا أن أحد الأثرياء قصده شخص فقير وطلب منه ريال واحد فرجل هذا التري استثقل أن يدخل يده في جيب ويطلع ريال فالمهم أعرض عنه وذهب فما كان من تلك المرأة إلا أن أخذت ريالا وعطته لذلك الرجل الذي طلب من الغني هذا الريال فوقع هذا الموقف أمام ذلك الرجل الغني فتأثرت نفسه يعني وتحسر كيف طلب منه ريال وما أعطته اللي آهي المرأة هذه عطت الريال فما كان منه إلا أن أدخل يده في جيبه وأخرج عشر ريالات وعطاها لتلك المرأة فدفعت الريالا فوقتي جاءها عشر ريالات في نفس الوقت في نفس اللحظة أو في نفس الساعة فأفضل البزنس وأفضل الأعمال وأفضل المشاريع التي تساهم في تنمية رأس المال هي الصدقة فهذا سوق مفتوح بإمكانكم أن تبيعوا وتشتروا مع الله سبحانه وتعالى ولكم الأجر في الدنيا والآخرة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا المستضعفين وأن يجعل موجة هذا الصقيع عليهم دفءا وسلاما اللهم أطعم جائعهم وكسعاريهم وأمن خائفهم أو آمن خائفهم يا رب العالمين إنك سميع مجيب اكتملت حلقتنا في ختامها لا يسعني لا نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المشاهدين والمستمعين عبر أثير في موازين حسناتهم هذا ما وفقني الله عز وجل لمناقشته وذكري في هذه الحلقة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطعا فمن نفسه ومن الشيطان والله ورسوله والمؤمنون منه براء أعتذر من الإخوة عن التأخير حتى ألتقيكم في مساحة أخرى ها هو علي عبد الحميد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته